يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على رسول الله سلام على إمامنا المشتبى سلام على حسين ونحره الدامي وصدره الضامي سلام على قائم آل محمد سلام عليكم جميعا زيارة الأربعين قراءة زهرائية بامتياز الحلقة الحادية بعد العاشرة البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقاً للمنهج اليماني الزبدة الذهبي أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبي إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبي العبادة الذهبي رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبي البراءة الذهبي طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقاً بائناً لا رجعة فيه إن كنت راغباً في إمامك إنه اليوم الثامن والعشرون من شهر صفر يوم شهادة نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وهو يوم شهادة إمامنا الحسن المشتبة صلوات الله وسلامه عليه كان من المفترض أن تكون حلقة اليوم وفي هذه المناسبة العزيزة أن يكون حديثي فيها جواباً على سؤال يرتبط بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله هل أنه توفي مقتولاً أم لم يكن قد توفي مقتولاً لكنني ما استطعت أن أتم جوابي على السؤال الذي ذكرته لكم في الحلقة الماضية بخصوص ما جاء مذكوراً في بعض الكتب حينما تحدثوا عن السبي الثاني للعائلة الحسينية وقد بدأت جوابي في الحلقة الماضية إلى أن وصل الحديث بنا إلى مدفن عقيلة بن هاشم لكن وقت الحلقة انتهى ولم أتمكن من إكمال حديثي سأكمل حديثي فيما يرتبط بالموضوع الذي بدأته في الحلقة الماضية أما السؤال عن مقتل رسول الله صلى الله عليه وآله سأجيب عليه يوم غد إن شاء الله تعالى لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام بخصوص واقعة السب الثاني والتي لم يرد لها ذكر في أحاديث العترة الطاهرة ولا في زياراتهم الشريفة وتقدم الكلام في هذا الموضوع حتى تسلسل وتشقق وتفرع إلى أن وصل الحديث إلى مدفن عقيلة بن هاشم وقلت من أن قولا يتبناه البعض من أنها دفنت في المدينة وأهل المدينة يدفنون في البقيع قرأت عليكم ما ذكره محسن الأمين العاملي في كتابه المعروف أعيان الشيعة لا أريد أن أعيد الكلام وأناقشه قول لا دليل عليه استند إلى مقدمة من أن العقيلة الهاشمية بعد رجوعها من الشام بعد مقتل سيد الشهداء لم تخرج من المدينة ولذا فهي توفيت في المدينة وشيء طبيعي حينما تتوفى في المدينة ستتفن في المدينة لكنه لا يوجد لا من عين ولا من أثر يؤكد هذا الكلام وقول شائع مشهور بين الشيعة من أنها دفنت في الشام والقبر المشهور في أطراف مدينة دمشق للعقيلة الكبرى صلوات الله عليها مزار للشيعة الوفود تترى لزيارة هذا القبر الشريف ممن تبنى هذا الكلام ودافع عنه عبد الرزاق المقرم كثيرون يقولون بهذا الكلام لكنني لا أستطيع أن أتحدث عن الجميع إنما اخترت عبد الرزاق المقرم لأنه جاء بقرينة منطقية تؤيد كلامه وحينما أقول جاء بقرينة أي أنه لم يقم دليلا كاملا وإنما جاء بقرينة من القرائن لابد أن تضاف إليها قرائن وقرائن حتى تصل إلى مستوى الأدلة الواضحة الثابتة هذا كتابه الذي عنوانه العقيلة زينب بنت أمير المؤمنين صلوات الله على أمير المؤمنين وعلى العقيلة زينب هذه الطبعة هي طبعة شعبة إحياء التراث الثقافي والديني والديني العتبة الحسينية كربلاء العراق عبد الرزاق المقرم في الصفحة الخامسة والثلاثين من الطبعة التي أشرت إليها أورد لنا صورة الوقفية التي هي وقفية للأرض والبستان في قرية راوية لأجل الإنفاق على مزار العقيلة الكبرى بحسب ما جاء في هذه الوقفية لا أريد أن أعيد قراءتها لكنني بشكل سريع سأشير إلى بعض الجهات فيها الواقف مثل ما جاء في صك الوقفية هو السيد الشريف حسين ابن علم الأئمة الأعلام السيد الشريف موسى إلى أن تقول هذه الوقفية ذاكرة نسبه الحسيني الشافعي فهو شافعي المذهب والتفاصيل بعد ذلك تأتي فيما أوقفه من ممتلكاته من بستان كبير وأراضي زراعية في قرية راوية هذه القرية التي فيها المزار المعروف مزار عقيلة بن هاشم وهذه القرية معروفة وذكرت في كتب التأريخ لو كان سك الوقفية قصيرا ووجيزا لقرأته بكامله لكن سك طويل الكلام المهم في السك الوقفية هو ما جاء هنا في ذكر صاحبة القبر في قرية راوية من خصها الله تعالى بالكرامة الأبدية السيدة الجليلة أم كلثوم زينب الكبرى بنت أسد الله الغالب الإمام الجليل أمير المؤمنين أبي الحسنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه ورضي الله عنهما وعن أصحابي رسول الله أجمعي الواقف سني فهذا المنطق ما هو بمنطق شيعي تاريخ هذا الصك مثل ما جاء في الصفحة الأربعين من كتاب عبد الرزاق المقرم خطه في أواخر ربيع الأول سنة سبعمية وثمانية وستين للهجرة إذن في هذا التاريخ نحن الآن في سنة ألف أربعمية وستة وأربعين للهجرة في هذا التاريخ سبعمية وثمانية وستين قبل سبعة قرون تقريباً ما يقارب السبعة قرون فكان القبر معروفاً بأنه لعقيلة بني هاشم بحسب ما جاء في صك هذه الوقفية هذه قرينة قوية فإن الرجل الواقف أوقف شيئاً كثيراً لأجل الإنفاق على هذا القبر الشريف وشؤونه فإلى هذا التاريخ سبعمية وثمانية وستين للهجرة فإن الأمر كان معروفاً في الشام وفي قرية راوية من أن القبر لعقيلة بني هاشم لزينب الكبرى وهذا الكلام يأتي منسجماً مع ما ذكره في بعض كتب التاريخ من أنها جاءت إلى بلاد الشام مع زوجها عبد الله بن جعفار بسبب مجاعة حدثت في المدينة مع أن الموضوع يمكن أن يناقش لكن الحال الذي تعكسه هذه الوقفية يأتي منسجماً مع هذا الكلام بالإجمال لكننا لا نستطيع أن نقطع بهذه النتيجة التي قطع بها عبد الرزاق المقرم فعقيلة بني هاشم توفيت على ما هو معروف في السنة الثانية والستين للهجرة وهناك من يقول بأنها توفيت في السنة الحادية والستين للهجرة لكن القول الأصح إنها قد توفيت في السنة الثانية والستين للهجرة في منتصف شهر رجب من تلك السنة فما بين سنة وفاتها وما بين هذا التأريخ أتحدث عن تأريخ هذه الوقفية سبعمية وثمانية وستين للهجرة هناك زمان طويل هناك زمان طويل تتغير فيه الحقائق ولا نملك دليلا على صحة مضمون ما جاء في هذه الوقفية سوى أن الواقفة قد اعتمد على ما هو منقول ومتعارف في تلك الأسقاع في بلاد الشام في دمشق وفي قرية راوية التي فيها المزار المعروف مزار عقيلة بن هاشم صلوات الله وسلامه عليها هذا كلام وهناك كلام آخر قبل أن أذهب إلى القول الثالث وهو معروف من أنها دفنت في مصر وقبرها معروف الآن في القاهرة في عاصمة مصر هذا معجم البلدان لياقوت الحموي وهو كتاب معروف هذه طبعة دار صادر بيروت لبنان الطبعة التاسعة 2015 ميلادي وهذا هو الجزء الثالث من هذه الطبعة يقوت الحموي معروف متوفى سنة ستمية أو ستة وعشرين للهجرة فهو قد توفي في زمن يسبق زمان صك الوقفية نحن هكذا قرأنا في تأريخ سك الوقفية خطه في أواخر ربيع الأول سنة سبعمية وثمانية وستين للهجرة مؤلف هذا الكتاب توفي سنة ستمية أو ستة وعشرين للهجرة قطعا قد ألف الكتابة قبل هذا التاريخ وفاته كانت سنة ستمية وستة وعشرين للهجرة ومعجم البلدان كتاب معروف إنه يذكر البلدان ويعرفها ويتحدث عن بعض شؤونها راوية بكسر الواو وياء مثنات من تحت مثنات من تحت أي هناك نقطتان من تحتها هذا أسلوب كان يستعمل لأجل أن لا تلتبس الحروف في الكتابة على الكاتب وعلى القارئ أيضا راوية بكسر الواو وياء مثنات من تحت مفتوحة بلفظ راوية الماء راوية الماء هي القربة راوية الماء تطلق على القربة على القربة وأشباهها راوية قرية من غوطة دمشق بها قبر أم كلثو ولم يزد شيئا فهذه القرية كانت معروفة في غوطة دمشق وحددتكم في الحلقة الماضية قلت لكم حينما زرت القبر الشريف سنة الف وتسعمية وثمانين للميلاد فإن السيارة خرجت بنا من مدينة دمشق ودخلنا في غوطة دمشق وبعد ذلك وصلنا إلى قرية راوية إلى القبر المعروف إلى قبر عقيلة بن هاشم فما هذا بزمان بعيد فالقرية في غوطة دمشق إنما التصقت بمدينة دمشق في الأزمنة المتأخرة في الزمان المتأخر قرية من غوطة دمشق بها قبر أم كلثوم لكنه لم يخبرنا من هي أم كلثوم هذه هل هي عقيلة بن هاشم هل هي زينب الصغرى الشقيقة عقيلة بن هاشم من هي نحن لا ندري لكننا نستطيع أن ننتفع مما جاء مذكورا في معجم البلدان من أن قرية راوية كانت معروفة والرجل توفي سنة 626 للهجرة للهجرة ومن أن القبر كان موجودا ومن أنه كان معروفا على الأقل بحسب ما أورد في كتابه ياقوت الحموي كان معروفا بقبر أم كلثوم هناك كتب أقدم من ياقوت الحموي ابن عساكر المؤرخ الشافعي المعروف وهو أقدم من ياقوت الحموي أيضا ذكر قرية راوية وذكر بأن القبر الذي فيها هو قبر أم كلثوم لكنه خبط وخلط في الكلام لذلك ما جئت بكتابه وإلا فهو تأريخا أقدم من ياقوت الحموي لكنني جئت بكتابي ياقوت الحموي لأن كلامه كان وجيزا وواضحا وليس فيه من خبط ولا خلط ابن عساكر خبط وخلط في تشخيص شخصية أم كلثوم ولم يكن كلامه دقيقا لكننا ننتفع مما قاله ابن عساكر من أن القرية كانت معروفة قبل ياقوت الحموي أيضا فابن عساكر ممن عاش في القرن الخامس الهجري فالقرية كانت معروفة في ذلك التاريخ والقبر كان موجودا وكان معروفا أيضا ومعروفا بأنه قبر أم كلثوم زينب العقيلة الكبرى هل كنيتها أم كلثوم نحن لا نملك دليلا واضحا وصريحا وبينا من أن زينب العقيلة كانت تكنى بأم كلثوم بعض المؤرخين يقولون من أنها كانت تكنى بأم كلثوم لكنني أتحدث عما بأيدينا من أحاديث العترة الطاهرة لا نجد هذا واضحا في أحاديث العترة الطاهرة من أن عقيلة بني هاشم كانت تكنى بأم كلثوم الواضح في الأحاديث من أن أم كلثوم هي شقيقتها ونحن لا نعلم الغيب ولا علم عندنا إلا ما نجده في آثارهم وأحاديثهم الشريفة ولا نعبأ بما يقول المؤرخون بعض المؤرخين قالوا من أن زينب الكبرى تكنى بأم كلثوم وهناك من قال بأن العقيلة عندها بنت تكنى بأم كلثوم لكننا لا نجد أثرا ولا نجد إشارة تشير إلى هذه المضامين في أحاديث العترة الطاهرة على الأقل بحسب ما أعلمه وبحسب ما هو متوفر من الأحاديث تحت أيدينا ربما تخرج لنا في قادم الأيام حقائق جديدة فهناك سيكون الحديث حديثا آخر بحسب ما هو متوفر لدينا في أحاديث العترة فإن أم كلثوم هي شقيقة العقيلة زينب وهي التي تعرف أيضا بزينب الصغرى وقد يسميها البعض بزينب الوسطى لكن هذا أيضا ليس واضحا لدينا كلام يذكر في كتب التأريخ ويذكر في كتب الأنساب أيضا أم كلثوم أم كلثوم هي شقيقة عقيلة بن هاشم يضاف إلى هذا وهذا ليس دليلا قطعيا الصخرة التي هي على إلى القبر المعروف بأنه قبر عقيلة بن هاشم وإلى هذا اليوم وهي صخرة قديمة نحن لا نعرف تأريخها وقد كتب عليها بالخط الكوفي كتابة قديمة وعلى صخرة قديمة كتب على الصخرة وهي موجودة من أن القبر الذي هو في قرية راوية هو قبر زينب الصغرى المكنات بأم كلثوم وهذه حقيقة نحن لا نعتبر ما كتب على صخرة القبر دليلا كاملا إنها قرينة من القراءة فلا نعرف تأريخ وجود هذه الصخرة ولا نعرف من الذي كتب هذه الكتابة ولا ندري على أي أساس كتبت هذا الكاتب من أين جاء بهذه المعلومة لكنها قرينة من القراءة القرينة لا ترقى إلى مستوى الدليل لكن إذا جمعت مجموعة واضحة من القراءة يمكنها أن تشكل دليلا واضحا وقويا جدا في بعض الأحيان هذه المعطيات المتوفرة لدينا هناك كلام كثير لأنني لا أجد له قيمة لذا لن أعرج عليه بإمكانكم أن تعودوا إلى كتب التاريخ والكتب التي تحدثت عن المزارات والآثار والقبور يمكنكم أن تجدوا كلاما كثيرا لكنني حاولت أن أختار لكم المعطيات التي أجد لها قيمة حقيقية على أرض الواقع نذهب إلى فاصل ربما يسأل سائل ويقول من أننا حينما نزور القبر المعروف في قرية راوية التي تجاور العاصمة دمشق والتي التصقت بها في زماننا التصقت بمدينة دمشق حيث تواصل العمران والبناء فكيف نقرأ زيارة تخاطب زينب الكبرى وما كتب على الصخرة من أن القبر قبر لزينب الصغرى ما هو مكتوب على القبر لا يمثل دليلاً قطعياً نحن لا نستطيع أن نستند استناداً كاملاً لكتابة لا نعرف متى كتبت في أي زمان ومن الذي كتبها وفقاً لأية معلومات نقشت هذه الكتابة فهذه الكتابة لا تعد دليلاً يعتمد عليه إنما هي قرينة من القرائن إذا ما وجدنا قرائن أخرى تتفق معها يمكننا أن نعتمد على ما وجد مكتوباً على صخرة القبر الزيارة العقائدية الجانب الرمزي فيها أكبر من الجانب الحسي نحن نزورهم من قريب ومن بعيد من أبعد الأمكنة نتوجه إلى زيارتهم صلوات الله عليهم نزورهم من دون أن نتوجه توجهاً جغرافياً نتوجه إلى القبلة ونزورهم نتوجه إلى جهة قبورهم ونزورهم لا نتوجه إلى مكان وإنما نخاطبهم نخاطب الصورة التي رسمتها العقيدة لنا في عقولنا وقلوبنا لا ضير في ذلك النزورة العقيلة الكبرى في الشام في الشام نيمم القبر الشريفة في الشام بهذه النية أن نزور العقيلة الكبرى نزورها أينما كانت ونسلم على الذين بجوارها لا بد أن تعرفوا من أن هذه المزارات حينما نقول مثلاً مزار السيدة المعصومة السيدة فاطمة بنت إمامنا الكاظم صلوات الله على إمامنا الكاظم وعلى عزيزته فاطمة فهذا المزار مزار السيدة المعصومة فاطمة ولكن دفن في جوارها العديد العديد من سلالة الأئمة الأطهار من الرجال والنساء والأمر كذلك حينما نزور أئمتنا في سامراء فهذا المكان دفن فيه العديد من آل بيت رسول الله فإذا أردنا أن نزور المكان وأن نسلم على الذين في هذا الجوار الشريف فذلك جزء من زيارتنا وإن كانت الزيارة بالدرجة الأولى في سامراء لأئمتنا المعصومين وللقبور المعروفة والمشهورة لدينا التي هي بجوار قبور أئمتنا المعصومين والحال يجري في سائر المزارات إذا أردنا أن نبحث في تأريخها بنحو دقيق فإن الأمر سيجري بنمط واحد وبمستوى عقائدي واحد فليس هناك من إشكال أن نزور العقيلة الكبرى حتى وإن لم يكن هذا القبر قبرها نسلم عليها ونسلم على ساكني تلك الروضة من آل الله إلا إذا أراد الزائر أن يكون مدققا ومحققا يريد أن يصل إلى النتيجة النهائية فتلك مسؤوليته وتلك مشكلته إذا صار عندنا قولان الأول من أن العقيلة دفنت في المدينة ولا دليل على ذلك القول الثاني من أنها دفنت في الشام في قرية راوية لا نملك دليلا واضحا على صحة هذا القول القرائن المتوفرة ضعيفة لا ترقى لا ترقى أن تكون دليلا واضحا قطعيا نستطيع أن نعتمده عقائديا ومعرفيا القول الثالث من أنها دفنت في مصر مثل ما بيّنت لكم في بداية حديثي في الحلقة الماضية من أننا لا نملك شيئا في أحاديث العترة بخصوص هذا الموضوع هناك الكثير من المعلومات ضاعت أو ضيعت ليس معقولا ليس معقولا أنه لم ترد زيارة عن المعصومين لزيارة عقيلة بني هاشم لكننا في الواقع لا نملك نصا واردا عن المعصومين كل نصوص زيارات العقيلة الهاشمية قد كتبها من كتبها من الشيعة من علماء الشيعة أو من غيرهم والعديد من نصوص زياراتها تنتشر الأخطاء اللغوية والنحوية والبلاغية وحتى التأريخية فيها التي تتوفر في المزار الشريف والناس يقرؤونها فليس عندنا من نص مروي عن الأئمة بهذا الخصوص بعيد جدا أن لا يكون هناك نص لكنه لم يصل إلينا ومثل ما مر علينا في الحلقات المتقدمة كيف أن الصدوق المتوفى سنة ثلاثمية وواحد وثمانين للهجرة جمع أحاديثه في فضل قمر بن هاشم وهذه الأحاديث ضيعت الكتاب أصلا ضيع كتاب المقتل للصدوق ضاع مع بقية كتبه التي ضاعت ضاعت كتب الصدوق ضيعت أتلفت النتيجة واحدة هناك الكثير من المعلومات والكثير من الحقائق لم تصل إلينا لو وصلت لنا كل الأحاديث ووصلت إلينا كل المعطيات فإننا حينئذ لن نعجز لن نعجز لن نعجز أن نثبت كل الحقائق حتى ما له عنقة بالتأريخ بنحو مباشر أن نثبت كل الحقائق من داخل معارف ديننا من داخل نصوص ثقافة العترة الطاهرة لكن المعطيات لم تصل إلينا وهذا موضوع طويل عريض كبير القول الثالث والذي يبدو من أنه هو الأقوى بالقياس للقول الثاني لأن القول الأول قول ضعيف لا يحتاج إلى مناقشة طويلة لكن القول الثاني وهو أن مدفن العقيلة الهاشمية في الشام هناك بعض القرائن يمكن أن تؤيد هذا القول لكنها ليست قوية جدا القول الثالث من أنها دفنت في مصر هناك ما يؤيده بنحو أقوى مما تقدم في القولين السابقين نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل نتوغل في التفاصل الكتاب المعروف بأخبار الزينبات هذا الكتاب ذكر فيه مؤلفه أخبار الزينبات من بنات رسول الله وآل رسول الله وعرج أيضا على أخبار بعض الزينبات من بنات من بنات الصحابة من بنات الشخصيات المعروفة هذا هو عنوانه الثبت المصان بأخبار الزينبات لمن ليحيا ابن الحسني ابن جعفر ابن عبيد الله ابن الحسين والحسين هذا ابن الإمام السجاد المسافة المسافة فيما بين المؤلف والإمام السجاد ما هي بطويلة هذا هو النسابة العبيدلي النسابة المعروف شخصية ممدوحة في كتب التراجم والسير والرجال ولا أريد أن أعرج على أخوال هؤلاء فيحيا العبيدلي شخصية ممدوحة وهو من رواة الحديث عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو نسبه يحيا ابن الحسني ابن جعفر ابن عبيد الله ابن الحسين ابن علي ابن الحسين السجاد المتوفى سنة مئتين وسبعة وسبعين للهجرة فهو قد أدرك الغيبة الأولى وتوفي في أيامها لأن الغيبة الأولى بدأت في السنة الستين بعد المائتين وانتهت سنة ثلاثمية وتسعة وعشرين للهجرة والعبيدلي هذا توفي سنة ميتين وسبعة وسبعين للهجرة كان ملما كان ملما بأخبار بني هاشم وكان ملما بأنسابهم وهذا الأمر معروف عنه في الأوساط الشيعية والسنية والسنية الذين كتبوا عنه هذه الطبعة طبعة شعبة إحياء التراث والتحقيق إنها طبعة دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع تابعة للعتبة العباسية كربلاء العراق في صفحة الحادية والأربعين رابعاً زينب الكبرى بنت علي بن أبي طالب أذهب إلى موطن الحاجة مما كتبه العبيدلي في كتابه هذا في صفحة السابعة والأربعين كانت زينب بنت علي وهي بالمدينة بعد أن رجعت بعد أن رجعت من الشام وكربلاء كانت زينب بنت علي وهي بالمدينة تؤلب الناس على القيام بأخذ ثأر الحسين فلما قام عبد الله بن الزبير بمكة وحمل الناس على الأخذ بثأر الحسين منافق هذا كذاب اللعين ألا لعنة الله عليه عبد الله بن الزبير منافق اللعين في أحاديث العترة الطاهرة كان الزبير منا أهل البيت حتى ولد له عبد الله حتى ولد هذا الشيطان من جده؟ جده أبو بكر ابن أبي قحافة فكان الزبير ابن العوامي منا أهل البيت كان ناصرا مخلصا من أنصار رسول الله وكان ناصرا مخلصا من أنصار أمير المؤمنين وكان ناصرا مخلصا من أنصار الصديقة الكبرى الزبير ابن العوام لكنه انقلب إلى عدو ناصبي اللعين بعد أن ولد له هذا الشيطان عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير حين ثار على الأمويين وهو يريد الخلافة والحكم لنفسه ثار تحت هذا العنوان طالبا بثأر الحسين فلما قام عبد الله بن الزبير بمكة وحمل الناس على الأخذ بثأر الحسين وخلع يزيد بلغ ذلك أهل المدينة فخطبت فيهم زينب وصارت تؤلبهم على القيام للأخذ بثأر فبلغ ذلك عمر بن سعيد الذي كان واليا ليزيد على المدينة هذا عمر ابن سعيد كان واليا ليزيد على المدينة فبلغ ذلك عمر ابن سعيد فكتب إلى يزيد يعلمه بالخبر فكتب إليه يزيد كتب إلى عمر ابن سعيد الذي يعرف بالأشدق فكتب إلى الأشدق فكتب إليه أن فرق بينها وبينهم فرق بينها الضمير هنا يعود على العقيلة زينب وبينهم وبين أهل المدينة أخرجها من المدينة هذا هو المراد فكتب إليه أن فرق بينها وبينهم فأمر أن ينادى عليها بالخروج من المدينة والإقامة حيث تشع فأمر أن ينادى عليها أي صدر المرسوم الأميري من الأمير الأموي في المدينة المنورة أن لا بقى لك يا زينب في المدينة فأمر أن ينادى عليها بالخروج من المدينة والإقامة حيث تشع لأن يزيد هكذا قال له أن فرق بينها وبينهم فرق بين زينب وبين أهل المدينة في صفحة الثامنة والأربعين لما قدمت زينب بنت علي من الشام إلى المدينة مع النساء والصبيان ثارت فتنة بينها وبين عمر بن سعيد الأشدق والي المدينة من قبل يزيد فكتب إلى يزيد يشير عليه بنقلها من المدينة فكتب له بذلك فجهزها فكتب إلى يزيد من الأشدق فكتب إلى يزيد يشير عليه يشير على يزيد بنقلها من المدينة فكتب له بذلك أيده على ما قال فجهزها الأشدق فجهزها هي ومن أراد السفر معها من نساء بني هاشم إلى مصر لأنها هي التي طلبت التوجه إلى مصر فقدمتها لأيام بقيت من رجب لأيام بقيت من رجب من السنة الحادية والستين وبقيت في مصر إلى رجب من السنة الثانية والستين وتوفيت في منتصف شهر رجب معلومات واضحة لازلت أقرأ من الصفحة نفسها إنه الحديث الخامس ينقله عن إمامنا الصادق عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن أبيه الباقر عن الحسن بن الحسن إنه الحسن المثنى عن الحسن بن الحسن بن الحسن المشتبة الحسن المثنى قال لما خرجت عمتي زينب من المدينة خرج معها من نساء بني هاشم فاطمة ابنة عمي الحسين وهي زوجة الحسن المثنى فحينما يتحدث الحسن المثنى هنا يتحدث عن زوجته وكيف خرجت إنها خرجت مع العقيلة زينب من المدينة لما خرجت عمتي زينب من المدينة خرج معها من نساء بني هاشم فاطمة ابنة عمي الحسين وهي زوجته كما قلت لكم قبل قليل زوجة الحسن المثنى وأختها سكينة وسكينة أيضا خرجت مع العقيلة الهاشمية في صفحة التاسعة والأربعين إنه الحديث السادس الذي ينقله يحيى العبيدلي عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال رأيت زينب بنت علي بمصر بعد قدومها بأيام فوالله ما رأيت مثلها وجهها كأنه شقة قمر الحديث السابع وبالسند المرفوع إلى رقيته بنت عقبة بنت عقبة ابن نافع الفهري قالت كنت فيمن استقبل زينب بنت علي لما قدمت مصر بعد المصيبة بعد مصيبة كربلع فتقدم إليها مسلمة ابن مخلت وعبد الله ابن الحارث وأبو عميرة المزني فعزاها مسلمة وبكى فبكت وبكى الحاضرون وقالت هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ثم احتملها من مسلمة الذي كان أميرا في مصر أميرا على مصر ثم احتملها إلى داره بالحمراء فأقامت به أحد عشر شهرا وخمسة عشر يوما وتوفيت وشهدت جنازتها وصلى عليها مسلمة ابن مخلت في جمع بالجامع ورجعوا بها فدفنوها بالحمراء بمخدعها في غرفتها الخاصة بها التي عاشت فيها الأيام التي قضتها في مصر ورجعوا بها فدفنوها بالحمراء هذه المنطقة التي اسمها الحمراء التي عاشت فيها عقيلة بني هاشم أيامها الأخيرة ورجعوا بها فدفنوها بالحمراء بمخدعها من الدار بوصيتها هي التي أوصت بذلك الحديث الثامن بسنده أخبرني الشريف أبو عبد الله القرشي قال سمعت هند بنت أبي رافع ابن عبيد الله عن رقية بنت عقبة ابن نافع الفهري تقول توفيت زينب بنت علي عشية يوم الأحد ومن هنا فإن المصريين يتقاطرون بكثرة إلى زماننا هذا لزيارتها يوم الأحد إنه اليوم الذي توفيت فيه بحسب ما هو مثبت هنا وبحسب ما يعرفه المصريون توفيت زينب بنت علي عشية يوم الأحد لخمسة عشر يوما مضت من رجب سنة اثنين وستين إنها السنة الثانية والستون من الهجرة وشهدت جنازتها ودفنت بمخدعها بدار مسلمة المستجدة بالحمراء القصوى حيث بساتين عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري هذه المعلومات المعلومات معلومات واضحة ومعلومات صريحة وهي أقدم المعلومات التي بين أيدينا لا نستطيع أن نشكك في إخبارات العبيدلي فهو مؤرخ ونسابة مطلع على تأريخ بني هاشم وعارف بأنسابهم وأحسابهم وهذا أمر معروف عنه ولا نستطيع أن نشكك بالمعلومات التي وردت في هذا الكتاب الكتاب معروف له وهو شخصية معروفة وقريب من البيت الهاشمي بل هو جزء منه والمعلومات التي ذكرت هنا واضحة وصريحة وتتناسق مع التأريخ الشفاهي الذي يعرفه المصريون أنا لا أريد أن أقول بأن الذي جاء في هذا الكتاب هو علم إلهي لكنني أقايس بين هذه المعلومات وبين المعلومات السابقة هل هناك من وجه للمقايسة بين هذه المعلومات وبين ما تبناه محسن الأمين والعامل لأنه هكذا قال زينب العقيلة لا بد أنها توفيت في المدينة ولا بد أنها دفنت في المدينة من دون دليل لأنه تبنى هذا القول من أن زينب العقيلة رجعت إلى المدينة بعد واقعة كربلاء وبعد أن سبيت إلى الشام رجعت إلى المدينة وما خرجت منها هذا كلامه ولا يبدو أنه كان مطلعا على كتاب العبيدلي لأن الكتاب لم يكن قد انتشر انتشارا واسعا في زمانه لو كان مطلعا على هذا الكتاب لذكر شيئا من كلامه مثل ما ذكر الكثير من الكلام من الكتب المختلفة التي نقل عنها أما القول من أنها دفنت في الشام هناك بعض القرائن التي يمكننا أن نعدها من أنها قرائن منطقية مقبولة إلى حد ما لكنها لا تقوى إلى أن تصل دليلا واضحا قطعيا لو قايسناها مع هذه المعلومات التي أثبتت هنا وعلينا أن ننظر إلى التأريخ من أن المؤلفة قد توفي سنة مئتين سبعة وسبعين وهو مما روى الحديثة عن الأئمة المعصومين وينتسب إلى إمامنا السجاد وليس هناك من مسافة بعيدة فيما بينه وبين الإمام السجاد مثلما قرأت عليكم نسبه قبل قليل كل هذا يجعل كلامه أكثر متانة وأكثر دقة وأكثر قبولا بالقياس لما تقدم من كلام يرتبط بالقول الأول من أنها دفنت في الشام نذهب إلى فاصل هناك كتاب مهم لمؤلف مصري حسن محمد قاسم إنه محرر القسم التأريخي بمجلة الإسلام له هذا الكتاب الذي بين يديه تأريخ ومناقب ومآثر الست الطاهرة البتول السيدة زينة وأخبار الزينبات وأخبار الزينبات للعبيدلي النسابة المتوفى سنة 277 للهجرة أمير المدينة وابن أميرها كان أميراً للمدينة في زمانه بحث مستفيد وأثر قيم وتاريخ جليل هذه الطبعة هي الطبعة الثانية إنها طبعة سنة ألف وتسعمية وأربعة وثلاثين ميلادي ألف وثلاثمية وثلاثة وخمسين هجري بها زيادات كثيرة عن الطبعة الأولى فهذه الطبعة طبعة مزيدة وفيها الكثير من التحقيق المؤلف حسن محمد قاسم اعتمد على عدد وافر وكثير من المصادر وقد ذكر قائمة المصادر التي اعتمدها من كتب الأنساب ومن كتب التأريخ ومن كتب السيار حشد الكثير من المعلومات برغم صغر هذا الكتاب سأقرأ جانبا مما جاء مذكورا في هذا الكتاب وهو كتاب مهم في بابه وإلا فإن الكتب عن عقيلة بني هاشم كثيرة لكن الكتاب تميز بمعلومات مهمة منها ما يرتبط بماضي الأيام ومنها ما يرتبط بحاضرها في الصفحة السابعة والخمسين وتحت هذا العنوان قدومها مصر قدوم العقيلة قدومها مصر ووفاتها بها سأقرأ جانبا الذي أراه جانبا مهما مما كتب في هذا الكتاب كي تكون الصورة واضحة لديكم بخصوص ما أتحدث عنه في هذه الحلقة في صفحة الثامنة والخمسين ثم إن والي المدينة من قبل يزيد وهو عمر ابن سعيد الأشدق اشتكى من إقامة السيدة زينب بالمدينة فكتب بذلك إلى يزيد وأعلمه بأن وجودها بين أهل المدينة مهيج للخواطر وأنها فصيحة عاقلة لبيبة وقد عزمت هي ومن معها على القيام للأخذ بثأر الحسين هي ومن معها من نساء العائلة الحسينية ولذا فإن نساء العائلة الحسينية خرجن من المدينة بحسب أوامر يزيد هناك أمر واضح الذين ذهبوا إلى الشام ألم يجدوا قبورا في دمشق وما جاورها ألم يجدوا قبورا لنساء آل علي كيف صارت هذه القبور لنساء آل علي فإن نساءهم بحسب أوامر يزيد لعنة الله علي البعض منهن خرجن إلى مصر والبعض منهن خرجن إلى الشام هناك من توفي منهن بمصر وهناك من رجعن من مصر إلى العجاز وهناك من توفي منهن بالشام وهناك من رجعن منهن من الشام إلى المدينة من هنا نشأت الفكرة عند البعض فيما يرتبط بالسبي الثاني لأن الذين يصدقون حكاية السبي الثاني مما يستدلون به وجود قبور بعض نساء آل علي بعض نساء العائلة الحسينية التي سبيت أولا وجود قبورهن في الشام كيف وجدت هذه القبور وجدت هذه القبور بسبب الأوامر التي صدرت من يزيد عبر واليه الأشدق على المدينة أن أمر نساء بني هاشم بالخروج من المدينة ولكن بحسب اختيارهن فبعض النساء اخترنا الشام وبعض النساء اخترنا مصر ويبدو من خلال القرائن أن يزيد ما كان يريد لجميع النساء أن يجتمعن في بلد واحد لأن المشكلة التي يخاف منها ستتكرر في ذلك البلد هذا الكلام ليس مذكورا في كتب التاريخ وإنما هو استنتاج من خلال القرائن الموجودة بين أيدينا منها قرائن الآثار على الأرض ومنها قرائن المعلومات التي ذكرت في الكتب وأعلمه بأن وجودها الأشدق أعلم يزيد بأن وجود العقيلة صلوات الله عليها بأن وجودها بين أهل المدينة مهيج للخواطر وأنها فصيحة عاقلة لبيبة وقد عزمت هي ومن معها على القيام للأخذ بثأر الحسين حتى نعرف من أن موقف المختار كان سديدا لأن العائلة الحسينية تطالب بثأر الحسيني فحين لم يكن قد تصد أحد من الرجال فإن النساء قد تصدت وكان الذي كان حتى وصل الأمر إلى المختار رضوان الله تعالى عليه فلما وصل الكتاب إلى يزيد وعلم بذلك أمر بتفريقهم في الأقطار والأمصار أمر بتفريقهم في الأقطار والأمصار هذا استنتاج لا يوجد نص تأريخي واضح في هذا المعنى لكن الذي تحقق على أرض الواقع هو هذا أمر بتفريقهم في الأقطار والأمصار فاختارت السيدة زينب الإقامة بمصر طلبا لراحتها واختار بعض أهل البيت بلاد الشام فعند ذلك جهزهم ابن الأشدق فخرجت السيدة هي ومن معها من أهل البيت وفيهم سكينة بنت الحسين سكينة سكينة هي واحدة وفيهم سكينة بنت الحسين وأختها فاطمة فاطمة التي هي زوجة الحسن المثنى ومر الكلام قبل خليل في كتاب أخبار الزينبات للعبيدلي فلما اتصل خبر ذلك إلى والي مصر إذ ذاك وهو مسلمة ابن مخلت الأنصاري توجه هو وجماعة من أصحابه وفي صحبتهم جملة من أعيان مصر ووجهائها إلى لقائها فتلقوها من قرية بين طريق مصر والشام شرق بلبيس عرفت أخيراً بقرية العباسة نسبة للعباسة بنت أحمد ابن طولون ولم يبقى بالمدينة بالمدينة المنورة من جماعتهم من جماعة الهاشميين إلا زين العابدين وأقام الحسن المثنى بخارجها لأن زوجته قد رافقت عمتها عقيلة بني هاشم إلى مصر وأقام الحسن المثنى بخارجها بخارج المدينة ووافق ووافق دخول السيدة إلى مصر أول شعبان في سنة الحادية والستين من الهجرة ستمية واحد وثمانين ميلادي وكان قد مضى على الموقعة على موقعة كربلاء وما جرى فيها وكان قد مضى على الموقعة نحو ستة أشهر وأياماً بما يسع مدة أسفارها فأنزلها مسلمة ابن مخلت هي ومن معها في داره بالحمراء القصوى هذا اسم للمكان الذي فيه دار مسلمة ترويحاً لنفسها إذ كانت تشتك انحرافاً انحرافاً في صحتها كانت مريضة إذ كانت تشتك انحرافاً فأقامت بها أحد عشر شهراً ونحو خمسة عشر يوماً من شعبان في السنة الحادية والستين إلى رجب في السنة الثانية والستين للهجرة وتوفيت رضي الله عنها مساء يوم السبت ليلة الأحد لأربعة عشر يوماً مضت من شهر رجب من السنة المذكورة إنها السنة الثانية والستون للهجرة وبعد تجهيزها وشهود جنازتها دفنت بمحل سكناها على العادة في ذلك ثم بعد وفاتها ما الذي قرأته عليكم في أخبار الزينبات للعبيدلي قال بحسب وصيتها دفنت لأنه يمتلك من المعلومات أكثر من غيره فهو مؤرخ بن هاشم وهو نسابتهم وهو واحد منهم ثم ثم بعد وفاتها رجع من كان معها من أقاربها إلى المدينة وفيهم السيدة سكينة وفاطمة على ما ذكره ابن زولاق في تأريخه هذا مصدر من المصادر التي اعتمدها مؤلف هذا الكتاب حسن محمد قاسم في صفحة التاسعة والخمسين ثم بعد مرور عام على وفاتها في مصر الكلام هنا في مصر ثم بعد مرور عام على وفاتها وفي نفس اليوم الذي توفيت فيه اجتمع أهل مصر قاطبة وفيهم الفقهاء والقراء وغير ذلك وأقاموا لها موسما عظيما برسم الذكرى على ما جرت به العادة ومن ذلك الحين لم ينقطع هذا الموسم إلى وقتنا هذا من يوم وفاتها إلى الآن وإلى ما شاء الله وهذا الموسم المذكور هو المعبر عنه بالمولد الزينبي الذي يبتدع من أول شهر رجب من كل سنة وينتهي ليلة النصف منه وهي ليلة الختام وتحيى هذه الليالي بتلاوة آي القرآن الحكيم والأذكار الشرعية ويكون لذلك مهرجان عظيم وتفد الناس من كل فج عميق إلى زيارة ضريحها الشريف وكذلك تقصدها الناس بالزيارة بكثرة لسيما في يوم الأحد وهي عادة قديمة ورثها الخلف عن السلف والأصل في ذلك أن أفضل ما يزار فيه الولي من الأيام هو اليوم الذي توفي فيه إلى آخر كلامه إلى أن يقول في الصفحة الحادية والستين إنني ما قرأت كل الكلام لا أجد وقتا كافيا لذلك لقد ذكر الكثير والكثير من المعلومات المهمة ومن القرائن النافعة التي تثبت حقيقة وصدق هذا القول من أنها دفنت في مصر لأنها انتقلت من المدينة إلى مصر في صفحة الحادية والستين هذه الشذرة التي تضمنت أخبار السيدة زينب رضي الله عنها استطلعناها من مصادر موثقة فإذا علمت ذلك فاعلم أنه لا خلافة في أن هذا المشهد بين المصريين بين المؤرخين بين العلماء في مصر وبين أهل مصر عاما فاعلم أنه لا خلافة في أن هذا المشهد الواقع جنوب القاهرة قد ضم جثمان هذه السيدة الطاهرة بما نقل عن أهل التاريخ من الأخبار الصحيحة الثابتة التي لا مجال للشك فيها وأن الخلافة الواقعة لفريق من المؤرخين إنما هو لتعداد اسم زينب في بنات الإمام علي وقد تعدد هذا الاسم أيضا في كثير من ذرية السبطين كما دلت على ذلك كتب الأنساب والسير والمقطوع بصحته هو ما أثبتناه عن أساطين العلم وأساتذة علم التاريخ والنسب ثم ذكر ثبتا بالمصادر التاريخية كثيرة جدا لقد ذكر قائمة طويلة بأسماء أشهر كتب التاريخ وأشهر كتب الأنساب وأشهر كتب السير التي راجعها وحقق فيها واستنتج ما استنتج واستمر في كلامه الرجل أتعب نفسه كثيرا على هذا الكتاب رغم صغره وشحنه بالمعلومات وجمع الكثير من القرائن التي تأتي منسجمة مع الذي قرأته عليكم من كتاب أخبار الزينبات ليحيى العبيدلي من أنسالي وأحفادي إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل أنا لا أعلم الغيب ولا أنتم تعلمون الغيب وليس من أحد بين كل الذين قرأتوا من كتبهم يعلموا الغيب فنحن لا نتحدث بحديث ينتمي إلى علم الغيب وفي الوقت نفسه إننا لا نملك معطيات مأخوذة من حديث العترة الطاهرة المعطيات لم تصل إلينا كاملة ما بأيدينا من معطيات بخصوص الموضوع الذي أتحدث عنه ما بأيدينا من معطيات فإنها معطيات ناقصة رجعنا إلى المتوفر من المعلومات واخترت لكم أهم المعلومات من خلال المقايسة بين قيمة هذه المعطيات فإن القول الأقوى والقول الأوضح هو القول الثالث من أنها انتقلت صلوات الله عليها من المدينة إلى مصر وتوفيت هناك فقبرها الشريف ومزارها المطهر في مصر أما الذي في الشام فهو قبر شقيقتها أم كلثو صلوات الله على زينب الكبرى في مصر وعلى زينب الصغرى في الشام وصلوات الله على زينب الكبرى في مصر وفي الشام وفي العراق وفي كل مكان وفي قلوبنا ولا ضير أن نزورها أن نزورها في الشام وأن نزورها في العراق حينما نقف عند التل المعروف بالتل الزينبي في كربلاء نزورها من كل مكان نزورها في الكوفة حيث كانت في الكوفة مع أبيها أمير المؤمنين نزورها في المدينة حيث كانت مع أمها الزهراء لكن الوثائق التاريخية والقرائنة التي بين أيدينا تقول لنا من أن عقيلة بني هاشم انتقلت من المدينة إلى مصر وهي التي اختارت هذه البلاد وعاشت أيامها الأخيرة هناك وتوفيت هناك ودفنت هناك صلوات الله وسلامه عليها هذه خطبتها الأجدق ألم يكن قد كتب إلى يزيد يحذره بلاغة العقيلة وفصاحتها ويزيد أعلم من الأشدق بذلك لأنها هي التي وقفت في بلاط يزيد وقالت وقالت إنه اليوم الثاني من أيام شهر صفار العائلة المتعبة والمجادة المجادة من وحثاء سفر مؤلم وحزين العائلة التي تمر عليها أقسى الساعات وهي في بلاط يزيد ها هو اليوم الثاني من شهر صفر العائلة وصلت يوم أمس وأدخلت العائلة الحسينية مقيدة بالقيود ويزيد ويزيد بكامل أبهته الملوكية وهو يردد هذه الأبيات ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل هذا البيت معروف لعبد الله بن الزبعر من شعراء المشركين إنه يشمت برسول الله والمسلمين في واقعة أحد لأن واقعة بادر كانت قد قصمت ظهر المشركين فجمعوا جمعهم وجاءوا إلى المدينة وكانت الوقعة عند جبل أحد فابن الزبعرى هكذا يقول ليت أشياخي الذين قتلوا في بدر ليت أشياخي ببدر شهدوا شهدوا ماذا جرى في أحد وكيف فر المسلمون من المهاجرين والأنصار ولم يبقى في المعركة إلا رسول الله وعلي وفتاه لا فتى إلا علي فهكذا قال ابن الزبعرى شامتا برسول الله والمسلمين ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج نشير إلى الأنصار وهناك عداوة كانت قبل البعثة عداوة بين أهل مكة وأهل المدينة لأن أهل المدينة يمانيون الأوس والخزرج أنصار رسول الله ما كانوا من أهل الحجاز هاتان القبيلتان من القبائل القحطانية اليمانية ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل يزيد وكان يزيد شاعرا فهو يكمل قولا ابن الزبعرى فأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل لما فعلت بالحسين وآل الحسين فجاءه الجواب سريعا العقيلة كانت جالسة لأنهم أجلسوا العائلة على الأرض ويزيد ومن حوله على الكراسي والعروش العقيلة قامت قامت خطيبة فأذهلت كل الذين كانوا في ذلك البلاد إنني أقرأ عليكم من الجزء الخامس والأربعين من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1110 للهجرة وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان قامت عقيلة بني هاشم فقامت زينب بنت علي بن أبي طالب فقالت الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله وآله أجمعين صدق الله كذلك يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارة أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة وأن ذلك لعظم خطرك عنده فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا مهلا 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 أَنَسِيتَ قول الله تعالى وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ أَمِنَ الْعَدْلِ يَبْنَى الطُّلَقَاءَ تَخْدِيرُكَ حَرَائِرَكَ وَإِمَاءَكَ وَسَوْقُكَ بَنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ سَبَايَا قَدْ هَتَكْتَ سُتُورَهُمْ وَأَبْدَيْتَ وُجُوهَهُمْ تَحْدُوا بِهِنَّ الْأَعْدَاءُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ وَيَسْتَشْرِفُهُنَّ أَهْلُ الْمَنَاهِلِ وَالْمَنَاقِلِ وَيَتَصَفَّحُوا وَجُوهَهُنَّ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ وَالْدَنِي وَالشَّرِيفُ ليسَ مَعَهُنَّ مِنْ رِجَالِهِنَّ وَلِيِّ وَلَا مِنْ حُمَاتِهِنَّ حَمِيِّ وَكَيْفَ يُرْتَجَا مُرَاقَبَةُ مَنْ لَفَظَ فُوهُ أَكْبَادَ الْأَسْكِيَاءُ وَنَبَتَ لَحْمُهُ بِدِمَاءِ الشُّهَدَاءُ وَكَيْفَ يُسْتَبْطَأُ فِي بُغْضِنَا أَهْلِ الْبَيْتِ مَنْ نَظَرَ إِلَيْنَا بِالشَّنَفِ وَالشَّنَآنِ وَالْإِحْنِ وَالْعَضْغَانِ ثُمَّ تَقُولُ غَيْرَ مُتَأْثِّمٍ وَلَا مُسْتَعْظِمٍ وَأَهَلُّوا وَاسْتَهَلُّوا فَرَحًا ثُمَّ قَالُوا يَا يَزِيدُ لَا تُشَلُ مُنْتَحْيًا على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرحة واستأصلت الشأف بإراقتك دماء ذرية محمد صلى الله عليه وآله وَنُجُومِ الْأَرْضِ مِنْ آلِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَتَهْتِفُ بِأَشْيَاخِكَ وَتَهْتِفُ بِأَشْيَاخِكَ زَعَمْتَ أَنَّكَ تُنَادِيهِمْ فَلَتَرِدَنَّ وَشِيكًا مَوْرِدَهُمْ وَلَتَوَدَّنَّ أَنَّكَ شُلِلْتَ وَبُكِمْتَ وَلَمْ يَكُنْ قُلْتَ مَا قُلْتَ وَفَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ اللهم خُذْ بِحَقِّنَا وَانْتَقِمْ مِنْ ظَالِمِنَا وَاحْلِلْ غَضَبَكَ بِمَنْ سَفَكَ دِمَاءَنَا وَقَتَلَ حُمَاتَنَا فَوَاللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا فَرَيْتَ إِلَّا جِلْدَكَ وَلَا جَزَزْتَ إِلَّا لَحْمَكَ وَلَتَرِدَنَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ بِمَا تَحَمَّلْتَ مِنْ سَفْكِ دِمَاءِ ذُرِّيَّةِ وَانْتَهَكْتَ مِنْ حُرْمَتِهِ فِي عِتْرَتِهِ وَلُحْمَتِهِ حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقهم ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون حسبك بالله حاكمة وبمحمد خصيما وبجبرئيل ظهيرا وَسَيَعْلَمُ مَنْ سَوَّى لَكَ وَمَكَّنَكَ مِنْ رِقَابِ الْمُسْلِمِينَ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا وَأَيِّكُمْ شَرٌ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَلَئِنْ جَرَّتْ عَلَيَّ الدَّوَاهِي مُخَاطَبَتَكْ وَلَئِنْ جَرَّتْ عَلَيَّ الدَّوَاهِي مُخَاطَبَتَكْ إِنِّي لَأَسْتَصْغِرُ قَدْرَكَ وَأَسْتَعْظِمُ تَقْرِيعَكَ وَأَسْتَكْبِرُ تَوْبِيخَكَ لَكِنَّ الْعُيُونَ عَبْرَى وَالصِدُورَ حَرَّةَ أَلَا فَالعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبُ لِقَتْلِ حِزْبِ اللَّهِ النُّجَبَاءِ بِحِزْبِ الشَّيْطَانِ الطُّلَقَاءِ فَهَذِهِ الْأَيْدِي تُنَطِّفُ مِنْ دِمَائِنَا وَالْأَفْوَاهُ تَتَحَلَّبُ مِنْ لُحُومِنَا وَتِلْكَ الْجُثَثُ الطَّوَاهِرُ الزَّوَاكِي تَنْتَابُهَا الْعَوَاسِلِ وَتَعْفُوهَا أُمَّهَاتُ الْفَرَاعِلِ وَلَئِنِ اتَّخَذْتَنَا مَغْنَمًا لَتَجِدْنَا وَشِيكًا مَغْرَمًا حينَ لَا تَجِدُ إِلَّا مَا قَدَّمْتُ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى وَعَلَيْهِ الْمُعَوَّلِ فَكِدْ كَيْدَكَ وَاسْعَ سَعِيَكَ وَنَاصِبْ جَهْدَكَ فَوَاللَّهِ فَواللَّهِ لَا تَمْحُوا ذِكْرَنَا وَلَا تُمِيتُ وَحْيَنَا وَلَا تُدْرِكُ أَمَدَنَا وَلَا تَرْحَضُ عَنْكَ عَارَهَا وَهَلْ رَأِيُكَ إِلَّا فَنَتْ وَأَيَّامُكَ إِلَّا عَدَتْ وَجَمْعُكَ إِلَّا بَدَتْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِي أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَتَمَ لَأَوَّلِنَا بِالسَّعَادَةِ وَلِآخِرِنَا بِالشَّهَادَةِ وَالرَّحْمَةِ وَنَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُكْمِلَ لَهُمُ الثَّوَابِ وَيُجِبَ لَهُمُ الْمَزِيدِ وَيُحْسِنَ عَلَيْنَا الْخِلَافَةِ إِنَّهُ رحيم ودود وحسبنا الله ونعم الوكيل نذهب إلى فاصل أعتقد أن الصورة صارت واضحة في كل ما قدمته لكم في الحلقات الماضية من قراءة زهرائية لزيارة الأربعين وشؤونها هذه الحلقات سيعاد بثها في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى أتمنى أن تتابعها بدقة هناك أمران هناك المنهج وهناك المعلومات أتمنى أن تتلمسوا المنهج الذي بيّنته لكم واتبعته في تحقيق ما مر من المطالب المنهج هو الأهم أما المعلومات فهي مهمة مهمة جدا ركزوا النظر على المنهج أولا وبعد ذلك دققوا النظر في المعلومات والنتائج والمعطيات النهائية وقارنوا بين هذه القراءة الزهرائية والقراءات الأخرى التي تصل إلى مسامعكم عبر الفضائيات أو عبر الإنترنت أو عبر المنابر أو عبر الكتب أو عبر أيّة وسيلة من الوسائل قارنوا كي تعرفوا أين تضعون أقدامكم مثلما بيّنت لكم في الحلقات المتقدمة من أننا في المرحلة الحساسة والحساسة جدا وهذا ما هو بقولي ولا بقولي متنبئ من المتنبئين ولا بقولي فوال من الفوالين ولا بقولي مدع يدعي أنه يعلم الغيب وهو لا يعلم شيئا من الغيب إنها أقوالهم إنها كلماتهم إنها أحاديثهم ومن عمق كتبهم التي نقطع بأنها هي الكتب التي تشتمل على أحاديثهم الشريفة أعيدوا النظر ودققوا النظر وتدبروا في كل ما بيّن في هذه الحلقات نلتقي غدا للحديث عن موضوع مهم جدا للحديث عن مقتل رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم يا رب الحسين اللهم يا رب الحسين بحق الحسين إش في صدر الحسين بظهور الحجة عليه السنة أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله